السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مبنك تشغيل فيه كان أبقاء الوجهة الخارجية بتاعته شبه دائرية وفيه فتحات فيه وفيه معمول بشكل كرتين لبعض العنصر اللي فيه طيب هابدأ هنا هنأخش في الملوان ممكن ترسم الحوايط من خلال الوول او من خلال الماز او من خلال موضل المنز خلنا نرسمها بالوول وابدأ اختار نوع الوول الشكل اللي انا عايزه مثلا الشكل دوت وقل له شكل ellipse بيدي الشكل دوت طيب هاو في الشتسل دي طيب عايز ابدأ اعمل الفتحات ليه طرق سيرة جدا وحسب الضربة الدكتور انت عايزها يعني ممكن تقول له انت عايز مثلا ترسم الفتحات وممكن تعمل اكثر من الفتحات يعني ممكن تعمل الفتحات دية و الفتحات دية و الفتحات دية و الفتحات دية وهو اقول له ان انا عايز مثلا ارسم استردوشن وممكن نبدأ نقول له بقى set فبيقول لي ارسم في النورس اقوم كده ممكن هترسمها في 3D لو حابب ممكن تقول له شو و الوريك تبدأ ترسم بعض الفتحات ممكن ممكن ندخل الحاجة كده ما يلعره حبيب حسب التصميم او الحاجة اللي انت هايز تعملها اقوم هقول له اوكي دي معمولة solid فانا هقول له بقى يرهوا دي بدل solid فليها طبعا الفاملي ما يفعش تبقى void و تقف لان هو هيقولك كده انا هعمل فاملي فاضي فانت لازم تستعين بها و تفرغ بها الشكل دوت فكل انا هعمله ان انا هقوله cut و اختار حيطة وبعد كده اختار الشكل المفرغ فانتفرغنا في اتجاه واحد نجي هنا برضو و نقول له احنا عايزين نفرغ الشكل الثاني يظهر معنا الشكل زي ما تشاهد هقول له finish طيب محتاج بقى ان انا احط الزجاج في المنطقة ديت فاجي هنا architecture وهقول له wall وهقول له architecture و اختار ان انا ارسم curtain wall ما عايز ابدأ ارسم الشكل دوت طيب فهبدأ اقول له sc يعمل snap على النص او ممكن اجي هنا او غير دخلي هنا في النص ممكن ترسم model line في النص بالضبط ابدأ ارسم line ممكن model line او line عادي او و ابدأ اخذي هنا نقطة الانتصف وبعد كده من architecture هقول له ان انا عايز ارسم wall او ابدأ اختار من النقطة قية ابدأ اعمال لي curtain wall بالشكل دوت تمام انا عايزة اظهر curtain wall بشكل اقوى فهاختار curtain wall تدخل هنا في edit type وتعدل الخصائص تحته اخلي دي مثلا اثنين وهنا المسافة دي هنقلل هنخليها مثلا اثنين تبقى معي بالشكل دوت توقف اطبع ان ما اضع اطبع 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 ان اطبع فأقول له edit profile وهبدأ ارسل مثلا خط كده فممكن يبقى ارق مثلا وبعد كده ارق هنا تاني تقدر تفصر الشكل اللي انت عايزه تقول له اوكي اوكي هيبدأ يليف على الشباك بالشكل ده والتي اعمل اطار كده للشباك